سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة مرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة أحب أولا أنوه أن حلقة النهاردة حتكون مسجلة لكن طبعا إحنا معاكم على صفحاتنا وخطوط التليفونات دايما مفتوحة للصلاة معاكم وإجابة أسئلتكم كل سنة وإنتم بخير وفي نعمة المسيح ودائما نحية على رجاء القيامة الأسبوع ده بتحتفل الكنائس الغربية بعيد القيامة المجيد قيامة السيد المسيح لما بنتكلم عن السيد المسيح إحنا بنتكلم عن خالق الكون ورب المجد المتواصل مع خليقته أرجع أقول تاني دي نقطة مهمة جدا رب المجد يسوع المتواصل مع خليقته لأنه أراد ده لأنه منذ البدء كان عايزي بقى قريب مننا ويتواصل معانا بتصميم إله الإله المحب هو نفسه اللي تنازل وتلامس معانا وصار في وسطنا ورتب لنا طريق النجاح والخلاص المسيح اللي بيقول عنه الكتاب أنه أسلم من أجل خطيانا هو تنازل وسلم نفسه من أجل أنه يكون لنا غفران لخطيانا وأقيم من أجل تبريرنا وحدث القيامة ده حدث يعني هام جدا في حياة المسيحيين وحدث هام في التاريخ بوليس الرسول في رسالة كورونسوس الأولى بيكرر عدة مرات نفس الفكرة خلينا نشوف الآيات اللي بيتكلم فيها بوليس الرسول عن رجاء القيامة فبتلاقيه بيكرر نفس الفكرة في إصححات مختلفة وأماكن مختلفة بنفس الطريقة لأنه ده مهم جدا مهم أنك تسمع بيقول كده إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإن أنا أشقى جميع الناس يعني إذا فأت رجاءك في القادم المسيح لا يضمن لك اليوم ولكن يضمن لك المستقبل أيضا لأن قيامته أعطتنا رجاء أن غدا لنا حياة مع المسيح مش بس النهاردة وإحنا عايشين هنا لكن كمان بعد الموت لنا حياة مع المسيح يرجع يقول إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم الرجاء هنا إنه المسيح عندما قام انتصر على الخطيئة وأعطانا حياة أبدية مجانا وغفران خطايا مجانا وهرجع كرارها 900 مرة زي ما بقول لس الرسول كده بيقولك أهم حاجة في إيمانك قيامة المسيح أعطتك حرية فالنهاردة انتبه وانتبهي إنه في فرصة ليك لحرية حقيقية ربنا يديك فيها صورة أعظم وأفضل عن الحياة معاه ساعات بنعيش في الحياة مع المسيح بفكر ديء وصورة على أدنا لا الله لما بيديكه بيديكي بيديك على أده مش على أدك على أد إمكانياته مش على أد إمكانياتك وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطياءكم المسيح لم يصب وفقت وصلب وقام انتصر على الموت وعلى الخطيئة على فكرة الموت الموت الأبدي الشر شر إبليس فإن لم نؤمن بذلك فنحن بعد في خطيئنا من اللي هيشيل عنك الخطيئة عارفين ليه إحنا ممكن لو لم يكن المسيح قد قام نبقى إحنا يسعيشين في خطيئنا لأنه أنت لا تستطيع وأنا لا أستطيع أن أدفع تمن خطيئتي فلنقبل ده ولنفكر فيه من منظور محبة الله ليكولينا ما تقفش وتقولي أنا بعظم ربنا يعني سبحان الله يعني معقولة هو يبقى يسمح أنه يصلب ويسمح أنه يبقى في شكل بشر وكل الكلام اللي أنت بتنزه الله عنه ده هو بيقولك أنا لا أنزه نفسي عنه لإني أحبك إلى هذا القدر لأن المحبة قوية كالمود قيامة المسيح أهم حدث لأنها علامة في تاريخ إيماننا تعطي النصرة والحياة الأبدية مع الله علشان كده النهار ده حيكون محور حدثنا أحداث القيامة بعض الأحداث لأنه الحياة الكتاب المقدس بيتكلم عن القيامة في إصحاحات عديدة ومطولة والرسل وصفوا هذه الأحداث في العديد من الإصحاحات والعديد من المواقف فأنا يعني هاخد بعض الحاجات اللي ترد على بعض الأسئلة اللي تطرح في هذا الموضوع فهنتكلم عن بعض الأسئلة اللي بيترحها المشاهدين حول هذا الموضوع ببساطة وبعدين نتكلم عن الأثار المباشرة لقيامة المسيح في حياتنا حياتك الشخصية أنت كابنه وكابنته أنت كمان الله عايز حياتك معاه ينعكس فيها فهمك لتحريره وخلاصه لك ومحبته لك عنوان حلقة النهار ده هو القيامة والميرادة من الأسئلة اللي بتطرح عن قيامة المسيح سؤال ممكن يطرح بعدة أشكال لكن في الآخر هيبقى يعني محتوى السؤال هو إيه همية القيامة يعني ليه القيامة دي حاجة مهمة ليه كان لازم المسيح يصلب ويدخل القبر وبعدين يرجع يقوم ليه أنا هتكلم عن أفكار عامة لهذا الأمر وعايزك تفكر من منظور عقلاني مش فقط من منظور لهوتي كتابي فقط لكن عايزك تفكر من منظور عقلاني لماذا قام المسيح؟ ايه همية قيامة المسيح في حياتنا احنا كمؤمنين؟ أولا هقولها من غير ترتيب أنه قيامة المسيح بترينا صلاح وقدرة الله بتحقق أنه يبقى أمامنا مثل عملي ملموس شافوا التلاميذ وشافوا العديد من الناس وتحقق تاريخيا ويثبت لنا صلاح الله لأنه صالح فما وعد بي قام بي وقدرته لأنه هو الله القادر هو القادر على إعطاء الحياة فهو يعطي الحياة في الخلق وقادر على أن يعطي الحياة في الخلق قادر أن يقيمها بعد الموت فالمسيح هنا بيقولك أنا هو الله أنا أعطي الحياة وأنا أسبب الموت أيضا مش كده؟ فدي لمحة عن قدرة الله قيامة المسيح أيضا تعبر عن النصرة على الموت الأبدي هم الكتاب بيقول كده أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هوية المسيح فقط المسيح فقط الله الظاهر في الجسد هو الذي أخلى نفسه أخذن صورة عبد قام من الأموات هو بس من قام من الأموات علشان كده بربنا بيفكرنا أنه هو المسيطر على الكل من خلال هذه القيامة من خلال مجيءه من خلال قراره أنه يقوم بهذا العمل من أجل خلاصك وخلاصي والقيامة بتقول أنه الله هو المسيطر على الكل وأنه الوعد اللي بيوعد به بيكمله وبيحققه في حياتك وفي حياتي القيامة كانت إثبات لكل ما قال المسيح في سنين خدمته على الأرض لما الفرسيين طلبوا منه أنه يعطيهم آية فقال لهم كده أنت جيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ويونان النبي هنا مثل عن يعني مثل وجود يونان في بطن الحود ثلاثة أيام ومثل وجود المسيح في القبر ثلاثة أيام ده كان مثل لهم علشان يعرفوا أنه الآية اللي أنتو بتطلبوها أنا حديكوا أعظم منها أنتو عايزين يأكلكوا عايزين لي أشفلكوا حد لكن أنا حعمل الآية الأعظم أنه أنا حأغفر خطياكم وحأصلب من أجلكم وهأعطي حياة أبدية فيه المسيح قال لتلاميذه وقال للتابعين كذا مرة بأشكال مختلفة أنه ده حيكون عمله أنه حيموت وحيقوم بعد الموت فيه آية في متة 27 الحقيقة هي مش تكون موجودة معكم على الشاشة لكن أنا حاب أن أقرأ لكم دلوقتي لما بعد المسيح مصولب ورؤساء الكهنة رحوا لبيلاطس فبيقول كده وفي الغد بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بلاطس قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل اللي بيكلمه على المسيح ده طبعا بعد الصلب قال وهو حي أنه بعد ثلاثة أيام أقوم فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لألا يأتي تلميذه ليلا ويسرقه ويقوله للشعب أنه قام من الأموات فتكون الضلالة الأخيرة عشر من الأولى فقال لهم بلاطس عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر طبعا المشهد ده والآيات دي بتقول لنا أنهم كانوا عارفين أن المسيح قال أنا هموت وحقوم وده حيكون الآية اللي أنتوا طلبينها بس أنتم مش عارفين أنتوا طلبينها بالشكل ده يعني فالمسيح قرر كذا مرة أنه هي دي الخطة الإلهية في مدة خدمته على الأرض هو وضح للناس هو كان جاي ليه وأعطى فرصة للجميع أنه هم يشوفوا مش بس المعجزات ولكن يفهموا كلامه ويعرفوا الحقيقة لأنه هو الحق فكان دايما بيتكلم بالحق والحقيقة أنه الفقرة اللي قريتها من الكتاب المقدس دي لفتت انتباهي هم كانوا عارفين قدرة المسيح وكانوا خايفين أنه فعلا ده حيتحقق ودي من ضمن الأدلة أيضا لأنه القبر كان عليه حجر كبير والحجر كان مختوم وكان هناك حراس أمام القبر لما بيقولوله أضبط القبر ده يعني حط عليه حراس فهم كانوا عارفين أنه في حاجة هتحصل وفعلا ده تحقق في القيامة ظهرت طبيعة المسيح الإلهية خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده في العهد القديم كان فيه نبوآت كثيرة عن ميلاد المسيح قيامة المسيح الميلاد العذراوي الصلب الآيات اللي بيتقال فيها فقبو يديا ورجليا كل الكلام ده كله من ضمن هذه الآيات كان مزمور ستاشر والمزمور ده بيقول كده فيه المرنم لذلك فرح قلبي وبتهجت روح روحي جسدي أيضا يسكن مطمئنك لأنك لن تترك نفسي في الهوية ولن تدعى تقيك يرى فسادا وبنشوف إزاي ده اتحقق لن تدعى تقيك يرى فسادا يعني لن تدعى جسد يرى فسادا في القبر فبتشوف كده بعد أنه التلاميذ في سفر الأعمال بيقول كده بيقول أيها الرجال الإخوة يسوع أن يسوع أن يقال لكم جهارا عن رئيس الأباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم فإذا كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه بيقول كده سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح مزمور ستاشر هو نبوءة عن قيامة المسيح وبيقول كده أنه لم تترك نفسه في الهوية ولا رأى جسده لم تترك نفسه في الهوية ولا رأى جسده فسادا فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك هتكلم عن حتة شهادة التلاميذ وغير التلاميذ أيضا بعد قليل لكن أيضا أننا نشوف أن العهد القديم بيرتبط بالعهد الجديد في تحقيق النبوءات ما وعد به الله قام به في المسيح وده كان صورة لألوهية المسيح إثبات لألوهية المسيح وقيامة المسيح هي إشارة إلى أيضا النبوات أو مشار لها في نبوات العهد القديم اللي اتحققت فيه قيامة المسيح مهمة أيضا لأنها بتثبت أن لنا الحق في الحياة الأبدية من خلاله يعني أنت وأنا بقبولنا المسيح وقبولنا العمل الذي قام به وقيامة المسيح من الأموات وهذه النصرة بتثبت حقك في الحياة الأبدية وبتوريك أن هناك حياة بعد الموت كثير من الناس مش متأكدين أنه في حياة بعد الموت أو مش عارفين الحياة بعد الموت شكلها إيه لكن في المسيح ومع المسيح حيكون ليك حياة وشاركة معاه لأنه إحنا شفنا من خلال اللي شافوه التلاميذ واللي شافوه الناس في الوقت ده المسيح الحي القائم المنتصر على الخطية اللي بيقول لنا أننا لينا شركة في كل ده أنت وأنا لنا شركة في هذا الميراث الأبدي مع المسيح ومن خلال المسيح فقط تعرفوا أنه كل من ادعى نبوة أو فكرة ديانة عبر التاريخ كل الناس دول أو أي فكرة كل من حمل رسالة من الله مثلا في الكتاب المقدس أي نبي من أنبياء الكتاب المقدس تنبأ حاجة ربنا ادهاله مات الكل مات إلى المسيح وده دليل أنه الإله الحي فعلا بقول لكم كل سنة أنا كنت بحب جدا أسمع المسيحين يقولوا والمسيح الحي وممكن تشافهم ليه لكن عندما عرفت المسيح وأظهر لي ذاته ومحبته وشخصه وفهمي لشخص الله وحب الله عرفت يعني إيه أنه حي وأنه حي في كل وقت وإلى الأبد لأنه الله هو ليس شخص أتى برسالة وانتهى وانتهت رسالته لا هو الله مؤسس الكل المحب للبشر الظاهر في الجسد لأنه عايز يرتبط بيك وبي يعني الحقيقة الفكرة مبهرة إنسانيا ومبهرة روحيا ومبهرة لما تفكر من منظور الله إنه الله يقرر إنه يقترب مننا فياخد جسد إنسان وبقدراته يحمل خطايا الجميع ويتحمل الكثير من أجل خطيانا إحنا من أجل إنه يكون لنا فرصة في الحياة معي علامة من علامات محبة الله الغير عادية القيامة القيامة مهمة لأنها أكدت رجاء المؤمنين النهاردة سمعت أحد الوعاز بيقول كده إنه شهداء المسيحية الأدام ما كانوش خايفين من الموت بسبب رجاء القيامة خليني أشرح حتة دي ليه بقى والحياة أن الحتة دي بهرتني أنا دايما أما كنت بفكر في شهداء المسيحية في بداية العهد بعد المسيح يعني في بداية العهد الجديد فأنا كنت بفكر أنهم قبلوا الموت وقبلوا الاضطهاد حبا في المسيح بس الحقيقة لما سمعت الوعاز ده بيتكلم في الموضوع ده بيقول أنه أنهم ما كانوش خايفين من الموت بسبب رجاء القيامة لقيت أنه في يعني إضافة كبيرة غير عادية يعني عارفين لما تعملوا مش عارفة أقول يعني المهم يعني طبقات من الأسس اللي بتوضع في الإيمان فبتبنيك فالحقيقة دي كانت طبقة كبيرة ومختلفة تماما بالنسبة لي إن هؤلاء ومثلا أولهم استفانوس يعني استفانوس من اللي شافه المسيح فإزاي كان رجاءه مش متعلق بشخص الله بس لأنه هو عارف المسيح ولكن لأنه شافه بعد القيامة والله يمكن ربنا اختار إنه نشوف الرؤية اللي شافها استفانوس من خلال الكتاب المقدس وإن إحنا نشوف المسيح واقف من خلال اللي بيقوله الكتاب منتظر استفانوس يفارق هذه الحياة ويبقى معه يستشهد ويبقى معه يعني حاجة إضافة كانت كبيرة جدا بالنسبة لي هؤلاء شهداء العصر الأول في المسيحية كان رجاءهم في رجاء القيامة اللي شافوه عرفوا يعني مثلا مش مش زي الشهداء اللي جم في العصور اللي بعد كده دول شافوا بعينيهم منهم اللي لمسوا بأيديهم أول الشهداء استفانوس وما كانش خايف لأنه كان زي سيده ومش بس مش بس في عدم الخوف ولكن في الغفران وفي المحبة وفي إعطاء الشهادة كاملة وإعطاء الفرصة كاملة للكل إنه يسمع عن محبة الله مفيش حد يقدر يعمل كده إلا يسوع المسيح بس يسوع المسيح اللي يقدر يعمل كده الرسل وأتباعه والتلاميذ اللي كانوا موجودين مش بس اللي اتناشر لا ده كان فيه كتير غيره معظمهم الأغلبية منهم استشهدوا كل التلاميذ اللي اتناشر إلا يوحنى لكن كل دول ماتوا على رجاء القيامة شافوا بعنيهم لمسوا بأيديهم فتكروا يعني إحنا من كم أسبوع كنا بنتكلم على تومة اللي حطت إيديه جوه حطت إيديه ولمس مكان الصليب في إيد المسيح شاف ولكن أيضا شاف الله في مجده وقوته وقدرته وقبل الروح القدس اللي أعانوا على ذلك ماتوا على رجاء القيامة علشان كده النهاردة إحنا لما بنفقد أحباء في حياتنا أهل أصدقاء أي حد بينتقل في المسيح بنقول إيه بنقول المسيح قاموا أقامنا معه القيامة مهمة لأنها تصريح أو وصل غفران الله لنا عايزة شرح لكم الحتة دي شوي في واعز وأستاذ لهوت اسمه تيم كيلر مش مشهور جدا استخدم التعبير ده وهو بيكلم في موضوع القيامة بيقولك يعني إيه ده زي وصلك انت بتستلمو من الله بيقولك ممضي بدمي مغفورة ليك خطيئك انت قبلتني النهاردة مغفورة ليك خطيئك أنا دفعت التمن على الصليب وأنا قمت وأعطيتك الحياة الأبداية فالتمن يعني مش بس هو مش بس وصل غفران لأ ده زي ما يكون كده وصل أمانة انت تقدر تقدمه على الباب دم المسيح اهو أنا جاي الملكوت أنا ابن لله من خلال المسيح ده شيء مبهر انتوا على فكرة يعني أنا نفسي يمكن حس أن أنا خيلني التعبير من كتر ما أنا قلبي فرحان باللي بقوله فرصة الحياة عارفين لما لما بنكون عنشين في الحياة ومتعبها و يعني ما فيش حد ما عندوش متاعب في الحياة بكل الأنواع لكن تبص كده وتلاقي ان اللحظات اللي انت بتقديها مع الله وجود الله جنبك بيحطك في مكان آخر يخلي ده المتاعب اللي انت بتعيشها في الحياة دي ولا ليها أي قيمة عندك سلام وعندك فرح والناس بتبص لك وتقول يعني ده لازم الجن ومش حسس بالمصايب اللي عايش فيها لو مش حسس بالمصايب هو حسس بنعمة ربنا فإحنا في ادينا كنز فلما قال ما سمعت تيم كيلر بيقول حتة وصل غفران دي الحقيقة افتكرت حاجة مهمة قوي حاجة كده بتحصل في مصر افتكرت الناس المساجين اللي بيتسجنوا بسبب مثلا إصالات الأمانة بيقولوا عليهم الغريمات مثلا الستات اللي بيتتبوا وصل أمانة عشان يجوزوا بناتهم ولا يربوا عيالهم ولا يعني وبعدين بيتحبسوا بوصلات الأمانة دي وهم ما عندهم يعني مهما حصل مش عارفوا يدفعوها هتدفعها ازاي فتتحبس يحصل ايه لو جيه حد دفع عنك وكلك الدين دا يحصل ايه لو كل واحدة متعلقة من رقبتها بدين ربنا قال لها اهو قادي دينك كله انا دفعته عنك ويروح مديك كده إصال مخالصة تدي للراجل حبسك بالفلوس اللي المفروض انت ما دي نهاله قولك اه صح دفع اعلن في حد جيدة فعلت تمن عنك خلص روحي الله بيموته على الصليب وقيمته اعطاك واصل مخالصة عن كل خطيات اللي فاتت واللي جاي ليه لانك لانك لما تعيش معاه هتبقي عايزة تعيش على حسب قلبه فحياتك هتتحسن والخطيئة مش تبقى جزء من حياتك هل دا ممكن اه فعلا انت بقتيش مديونة على حاجة خالص لو قبلت المسيح النهار ده وقبلت عمله على الصليب عشانك محدش يقدر يمسك عليك يدين تاني العادو مش هيمسك عليك يدين تاني لانه عمل المسيح على الصليب سحق الشيطان وضع بينك وبينه فاصل ماقدرش يستردك طول ما انت متمسك بالمسيح المسيح قال كده في يحن اعتقد 16 أو 17 كان بيقول كده انه يعني يا رب اللي انت مديهم لي دول بيكلم الاب وبيقول اللي انت مديهم لي دول وحدش يقدر ياخدهم من ايدي بيتكلم عليك وعلي محدش يقدر ياخدك من ايد المسيح انت معاك ختم رسمي بدم المسيح خلاصك في ايده انا عايز اصلي قبل ما اتنقل لسؤال تاني عايز اصلي لكل حد سمعني النهارده وما كانش عارف انه لو نصيب في هذا الخلاص انت وانتي لكم نصيب في هذا الخلاص الله لم يأتي ويترك السماء ليكون في وسطنا هنا ويدفع هذا التمن علشان خاطر يكون محدود لاشخاص معينة لا هو قلبه مفتوح للبشرية البشرية كلها هو مختارك لكن انت لازم تقول له انا كمان مختارك وانت لازم تقول له انا كمان مختارك فكرة الاله اللي احنا تعودنا عليها في الاسلام الاله اللي بيحسبك على كل حاجة كل نفس كل كلمة والملاكة اللي قاعدة تكتب من الشمال واليمين والكلام ده كله دي مش فكرة عند الله الحقيقي ابدا الله شايفك في كل وقت مرأبك في كل وقت بس عارف مرأبك ليه عشان يحفظك عشان يديك فرصة لانك تعرف فيه حقيقة مش علشان يقيد ضدك اعمال او خطايا بل بالعكس بالعكس العكس تماما الله عايز يرفع عنك هذه الخطايا الله عايز يديك غفران لهذه الخطايا بصلني ان قلبك يسمع النهار ده سواء كنت من خلفية اسلامية ولا مسيحية ولا من خلفية لا دينية اعرفي ان الله يحبك زي ما انت هيبقى فيه تغيير ايوه هيبقى فيه تغيير لانك لازم هتختاري لازم هتختاري الصالح والصلاح في حياتك لكن ده مقدم ليك واللي حييجي التابع لده ليه توابع وليه نتائج تخرجي من عبودية الخطايا الى حرية ابناء الله صلوا معايا لو حد عايز يقبل ده قلوا يا رب انا اتي امامك بكل الامي وخطيايا واختياراتي و و افكاري اضع الكل تحت قدميك اشكرك لانك اهتمت بي اشكرك لانك احببتني الى هذا القدر يا رب انا بشكرك لانك علامة محبتك كانت الصليب وخط محريتي كان في القيامة يا رب اسألك انك تدخل حياتي وتملاني بالروحك القدس وتعضدني حتى اعرف كيف احيا حياة النصرة في المسيح امين اذا كنت صليت واذا كنت صليتي معانا النهاردة من فضلك اكتبولي تقدروا تكتبولي على الواتساب تقدروا تكتبولي او تتركوا حتى رسائل صوتية على الواتساب احب احب ان احنا نتابع معاكم ونكمل الطريق معاكم واللي عنده اسئلة من فضلك اكتبولي خليني اروح لسؤال تاني ازاي بقى تأكدنا من القيامة ايه ايه الدليل على موضوع القيامة او قيمة المسيح شهود العين في الاناجيل الاربعة وصفر اعمال الرسل كان في شهادات لناس كتير جدا تقابلوا معه بعض الصليب والدفن والقيامة فانا انا عايزة نهاردة ان احنا نقرأ من انجيل لؤة انا انجيل لؤة الحقيقة انا بحبه جدا فخلينا نقرأ من اول الايات في مواقف كتير في انجيل لؤة 24 المسيح بيقابل فيها التلاميذ واعلان الملايكة للنساء اللي راحوا القبر وكل ده خلينا نشوف ثم في اول اسبوع اول الفجر اتينا الى القبر حاملات الحنوط الذي اعددناه ومعهن اناس فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع وفيما هن محتارات في ذلك اذا رجلان وقف بهن بثياب براقة واذ كنا خائفات ومنكسات ووجههن الى الارض قال لهن ماذا تطلبنا الحي بين الاموات انتو جايين الابريلي الحي مش موجود بين الاموات الاله الحي قام ليس هو هاهنا ولكنه قام اذ كنا كيف كنا وهو بعد في الجليل وهنا تذكرة انه المسيح ما عملش حاجة يعني ما عمل لهمش مفاجأة ده بالعكس كان تأكيد للي قاله لهم وهو في الجليل قائلا انه ينبغي ان يسلم ابن الانسان في ايدي وناس خطاوة يسلب وفي اليوم الثالث يقوم يعني بالتفصيل قالوا مش بس يعني قال لهم انا حموت وقوم لا ده بالتفصيل ادالهم تفصيل ما سيحدث ودي وإحنا بنقرأ الكتاب خلينا ناخد دي شهادة عملية لحياتك مع ربنا لو كنت لسه مبتدية الطريق مع ربنا النهاردة عايزة اقولك ربنا دايما بينبهنا للجاي ربنا دايما بيرتب افكارنا ويرتب امامنا الطريق للجاي ويمهد قلبك للجاي عشان كده المسيح قال لتلاميزه ده وبعدين فبيقول كده فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر واخبرنا ال 11 وجميع الباقين بهذا كله وكانت مريم المجدلية ويونة ومريم ام عقوب والبقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسل فتراء كلامهن لهم كالهديان ولم يصدقوهم فقام بطرس وركض الى القبر فانحنى ونظر الاكفان موضوع وحدها فمضى متعجبا في نفسه مما كان عارفين المسيح كان بيتبعه الكثير من النساء وكانوا كمان الكتاب بيقول انه النساء كانوا مش بس بيخدموه لا دول كانوا كمان بيوفروا الماديات اللي بتحتاجها خدمته وكانوا بيتتلمزوا مع التلاميذ وانه اول حد شاف المسيح كانت مريم اللي شافته بعد القيامة وكان كان بيقول لها اللي هي كانت بتلمسه فبيقول لها ما تلمسنيش لاني لم اسعد بعد الحقيقة انه التفسير بتاع مقابلة مريم ومع المسيح دي الناس فكرة انه بيقول لها ما تلمسنيش محدش يلمسني فاللي اني لم اسعد بعد لا هي الكلمة في الاصل بتاعها هو بيقول لها بطلي تلمسيني انتي عملت يعني متمسكة بي قوي سبيني انا لسه انا قاعد اهو بس لسه حصعد و يعني اعود او يعني حاجة زي كده فدي كانت من المقابلات المهمة جدا مع النساء هي اول واحدة شافت المسيح عايزة اوقف عند الحتة دي لو كان قيامة المسيح يعني مثلا الرسل قلفوها وحاولوا انه هما يحطوا كلام على بعضه ما كانوش يستخدموا الستات في الموضوع ليه لانه المرأة في العصر ده ما كانش ليها يعني قيمة او مكانة في المجتمع زي زي الراجل فكانوا يختاروا مثلا انه هما يذكروا النبوت رسرح وشاف المسيح مثلا يعني لو الموضوع تأليف لكن الواقع ان الستات هما اللي خدوا اول الرسائل وانه الرسل وانه الكتاب المقدس رسائل وانه الستات هما اللي راحوا ورجعوا بشارة القيامة للرسل وانه الرسل رجالة كانوا نفسهم هما مطلخبطين مع انه هما برضو سموا نفس الكلام زيهم زي الستات خلينا نشوف الآيات اللي بعد كده بعد كده بيقول بقى لؤة لا خلينا نروح للؤة 13 يمكن انا حطتها بشوية فخلينا نشوف لؤة 13 كده بيقول ايه بيتكلم عن لقاء المسيح بتلميزي عمواس فبيقول وإذا اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم الى قرية بعيدة عن قرشاليم ستين غلوة اسمها عمواس وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث تلميزي عمواس دول اتنين خرجوا من سابوا التلاميذ وراحوا رجعين بلدهم فالمسيح هما بيتكلموا عن الاحداث وطبعا كانوا متضايقين وحاسين انه هما يعني يمكن مهزومين او او يعني مش عارفين مكانهم فين وحزانة لانه المسيح صلب وكل ده فهم ماشيين اقترب لهم يسوع وكان ماشي جنبهم لكن بيقول كده ولكن امسكت عينهما عن معرفته معرفهوش فقال لهم كده ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وانتما ماشيين عبسين فاجاب احدهم الذي اسمه كريو باس هل انت متغرب وحدك في ارشالين ولم تعلم الامور التي حدثت في هذه الايام فقال لهم وما هي فقال المختص بيسوع النصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب كيف اسلموا رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوا ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة ايام منذ حدث ذلك بل بعض النساء مننا حيرننا اسكننا باكنا عند القبر ولما لم يجدنا جسد واتينا قائلات انهن رأينا منظر ملائكة قالوا انه حي نفهم من كلامهم انهم كانوا موجودين لما النساء جموا وقالوا انه المسيح حي وانهم شافوا ملائكة كانوا موجودين ومع ذلك خرجوا بيأس ماشيين ورجعين لبلدهم هنا المسيح هيرجع يظهر لهم نفسه لكن بيقولوا يعني اساسة اللهود بيعلمونا كده انه ذكر اسماء الناس في الكتاب المقدس مش فقط لانك تعرف مين مثلا كليوباس ده طبش معنا اسمعنا عن كليوباس ومش التاني مثلا يعني لكن ذكر اسم شخص في حدث معين وفي وقت معين ده بيديك تأكيد تاريخي انه هذا الشخص كان موجود اللي ابنه اسمو كذا واللي خاله اسمو كذا علشان يديك إثبات لانه ده حصل حقيقي نشوف الآيات اللي بعد كده اللي هو ايه بيكملوا بقى بيقولوله وما ده قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء واما هو فلم يروه فقال لهما ايها الغبيين البطيئة القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء مش بس اللي انا قلته لكم ولكن بجميع ما تكلم به الانبياء كل كلمة هنا محسوبة في اللي كتبه الرسول لؤة لانه الحقيقة انه الكتاب المقدس مليان بالاشارات الى هذا الوقت في العهد القديم الى ايضا كلام المسيح عن نفسه اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا ويدخل الى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصة به في جميع الكتب يعني ابتدأ يكلمهم عن اللي كان مكتوب في العهد القديم اللي كان يتنبأ به عن المسيح نفسه ثم اقتربوا الى القرية التي كان منطلقين اليها وهو تظاهر كأنه منطلق الى مكان ابعد فالزماء قائلين امكث معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار فالمسيح دخل واتكأ معهم واخذ خبز وبارك وكسر وناول هما فانفتحت اعينهما وعرفا ثم اختفى عنهما فقال بعدهم لبعض الم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب شهادة اتنين عاشوا معه سمعوا شهادة الاخرين اضطربت قلوبهم وشكوا وتعبوا وتألموا لانه قلمهم لفقدان المسيح غطى على الحقائق اللي ربنا كان بيذكرهم بها عايز اقولك وقولك انه الله لا يترك نفسه بلا شهد في حياتنا وانه عندما نقابل امور صعبة في حياتنا زي ما قلتلكوا ربنا بيرتبنا للامور دي وبيدينا اول الامور اللي جاي وما سيبناش لوحدنا فالمسيح عمل كده مع التلاميذ بتوعه كله في منهم اللي صبر وقعد وصلى وسكت واستنى وانتظر وابتهج بحضوره وفي منهم اللي كانوا زي تلاميذ عمواس كده فلو انت مثلا ان الله تركك او لم يستجيب ليك افتكر رجاء القيامة افتكر ان المسيح القائم ماذال قائما في حياتك ولا يتركك وحدك ولا يكسر وعده ولا يخلف وعوده لابنائه شهادات متتالية عن قيامة المسيح في حياة الكاثرين الشهادات شهود العيان مهمة جدا لان هم دول الناس اللي كتبوا في نفس الوقت الكتاب المقدس بعد كده الصورة اللي بعد كده الليو 24 36 المسيح بقى بيدخل وبيقف وسط التلاميذ وبيحييهم التحية اللي هم اعتادوا عليها سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روح فقال لهم ما با لكم مضطربين نظروا روح يعني فاكرين هو وقف بالروح لكن هو قال لهم انه حيقوم فلما هيقوم هيقوم بالجسد مش فقط بالروح فقال لهم انتم خايفين ليه ما با لكم مضطربين ولماذا تغطر افكار في قلوبكم انظروا يدي ورجلي اني انا هو جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي المسيح كان بيقول لهم انا قائم بالجسد اللي وعدتكم بيه حققته ودي بداية الطريق بالنسبة لكم القيامة بداية الطريق ليه وليك بداية الطريق لانك تكون عايش حياتك معتمدة على مسيح انتصر على العدو يحميك ويشيلك ويعطيك نصرة على العدو في حياتك كلها يعني اتكلمنا عن كتير شهادات لكن خليني اروح يمكن في السلايد اللي بعد كده كورونسوس الاولى دي كمان مهمة جدا عن شهادة الناس اللي شافوا المسيح فبولس الرسول بيقول لي فانني سلمت اليكم من الاول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل خطيانة حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم التالت حسب الكتب وانه ظهر للصفة بطرس ثم للاثنى عشر وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة اخ اكثرهم باقي الى الان ولكن بعضهم قد رقدوا وبعد ذلك ظهر لي عقوب ثم للرسل اجمعين واخر الكل كأنه للسقط ظهر لي انا لانني اصغر الرسل الرسل فبعدين بيقول لكن بنعمة الله انا ما انا ونعمة المعطالي لم تكن بطلة بل انا تعبت اكثر منهم جميعا ولكن لا انا بل نعمة الله التي معي فسواء انا ام اولئك هكذا نكرز وهكذا امنتم اللي شافوه قبلي او انا وانتم هكذا نكرز ان المسيح مات صلب مات وقبر وقام وانتصر على الموت من اجل خطيانة وحريتك الابدية وحياتك الابدية عايز اروح للجزء التاني يمكن خلاص الوقت تقرب لكن الجزء ده الجزء العملي وهو مراثك ومراثي الابدي في المسيح هل تعلم ان ليك مراث الان الان وفي المستقبل في المسيح ايه المراث اللي ليك الان الان انت ابن الله وانت بنت الله لانه الله من ايام ما قطع العهد مع ابراهيم انا وانت كنا في قلب وفي فكره واللي وعد به ابراهيم بالبركة هذا الوعد تحقق في المسيح ليك وليه خلينا نشوف السلايد اللي جاي في تكوين اتناشر بيقول كده وقال الرب لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك ام عظيمة واباركك واعزم اسمك وتكون بركة وابارك مباركك ولا عينك العنو وتتبارك فيك جميع قبائل الارض في سفر اعمال ثلاثة بيقول كده انتم ابناء الله والعهد الذي عاهد به الله اباءنا قائلا ابراهيم وابنسل كل واحد مننا عن شره ورفع عنه الخطيئة في المسيح نحن اصبحنا ابناء الله لان المسيح ابن الله ونحن نقف امام الله من خلاله والله حقق هذا الوعد اللي ابتدا مع ابراهيم وانا وانت كنا في ذهنه وفي قلبه تحقق في حياتك اليوم ايه اللي بيترتب على البنوة البنوة تعطيك مرس طبعا ده ممكن ما يتحققش في حياة كتير مننا عندنا عابرين بيتركوا كل شيء و ما تحققش انه هو ياخد مرس ابوه مثلا او امه او او مرسه الشرعي عموما لكن المراث الحقيقي والمراث الباقي هو ميراث ابناء الله اننا ابناء العلي انت بيقول كده ان احنا ابناء العلي ندع انت ابن الله لذلك ليك كل الحماية ليك كل الغفران ليك كل المحبة ليك كل البركات اللي وعد بيها ابراهيم وبارك اللي يباركك الرب كده ينظر ليك وينظر ليك ويقولك ما تكونيش مكسورة القلب اللي يبركك ابركه واللي يلعنك اتعبه لا اتعبه ليه لانه يتعدى على بنت الله او على ابن الله يعني هذه المكانة في البنوة مش بتتحقق بس في المشاعر والاحاسيس لا دي بتتحقق في رعاية الله لك انه يرتب امامك كل احتياجاتك اعتمادك عليه خلينا نشوف الاية دي في افاسوس بيقول كده الذي فيها ايضا نيلنا نصيبا انت ليكي نصيب من خلال المسيح في الميراث اللي انت بتخديه من الغفران والمحبة والبنوة ومكانك عند الله في المسيح ده نصيب عارفين كلمة نصيب يعني يعني واحد عنده عشر عيال هيقسم لكل واحد نصيب هناك يعني مقطع محدد قيمة معينة جزء معين لكل ابن من ابناء الله نصيبك بتاعك ربنا ادهولك ده بيتمثل زي ما كان في العهد القديم ربنا يقسم الأرض لأولاده يقولك ده نصيب الجزء ده من الشعب وده نصيب الجزء ده من الشعب وده نصيب الجزء ده من الشعب الله بيعمل كده في حياتك لكي نصيب منها البركة والخير والمعونة والمادة وكل حاجة إذا كان المسيح لما كان قعد بيتكلم مع الناس وبيقولهم اطلبوا أولا ملكوت الله ومجده كلها دي تزد لكم أنتوا زعلانين ليه أنتوا مش شايفين أنه أنا العصفير اللي بتتبع بفلسين أنا برعاها وبيديها قوتها اليومي مش هرعاكو لما تكون ولادي أنا مش هرعاكو لأ حيرعاك ويعطيك في قصة سمعتها حب أن أنا يعني أشاركها معاكم في واحد أسيس من كذا سنة كده كان مسافر هو ابنه كان وقتها لسه موضوع الطيرات اللي فيها تدخل الطيرات تلاقي في تلفزيون صغير كده في دهر الكرسي اللي قدامك وليس موجود طبعا لحد دلوقتي بس في دلوقتي يبتدوا الناس يعملوا على الكمبيوترات بتاعتهم ففي الوقت ده من كذا سنة سمعت القصة دي هو بيقول إيه أنه دخل فدخل الطيارة ولقى التلفزيون ده فقالك ياه أنا نسيت أجيب السماعة ومعاه ابنه وطيارة مدتها طويلة أو 4-5 ساعات يا خسارة كنا تفرجنا على حاجة نتسلى وإحنا قاعدين يعني فهو قاعد عدت المضيفة فبيقول لها يعني هل في سماعات أقدر أشتريها فقالت له لأ تشتريها ليه أنا أعلنت من شوية أنه السماعات دي ببلاش وأن ده جزء من الخدمة اللي أنت اشتريتها لما اشتريت التسكرة أو اللي إحنا بنيديها مع التسكرة فقدت له السماعات فبقى منبهر قوي وبعدين وهو ماشي يعني حاب يرجع لها سماعة فقالت له أنت مش فاهم دي بتاعتك دي تخدها معاك إحنا بنعمل كده إحنا بنبقى داخلين الطيارة بتاعت ربنا العلاقة مع الله وأنا مش عارفة أنا حقوقي إيه عند الله أنت ليكي حق أنت بتستحقش حاجة أو أنا استحق حاجة لكن دم المسيح أعطاكي حق البنوة استمتعي بما أعطاكي الله من من أنك تكوني مقبولة أمام الله في المسيح تقدري تقعدي أمامه وتقولي له يا أبا الأب أنا أنا مش فهمة حياتي أنا تعبانة أنا فرحانة أن أنا بنتك أنا محتاجة الاحتياج ده أنا محتاجة تعلم عيش ده إزاي أنا محتاجة أعرف الخطوة اللي جاية في حياتي إيه أنا محتاجة تحميني من فلان الفلاني أو فلانة الفلانية لكي حق البنوة أنا محتاجة أنك تعلمني إزاي أخدمك لكي حق الطلب لأنك ابنة من أبناء الله ولأنك ابن من أبناء الله اوعى تدخل الطيارة وانت مش عارف حقوقك إيه انت ابن من أبناء الله صدق عطايا ووعود الله في حياتك المسيح بيقول الكتاب كده إنه بيقول الذي فيها أيضا عن المسيح أنتم اسمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيها أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس أنت وأنا مختومين بختم المسيح اللي فيه كل وعد لنا بالحياة الأبدية والعشرة مع الله وصلاح الله اللي بيزبقنا في كل خطوة في حياتنا بس أنا لازم أنا لازم أكون مسدقة ده مش أوهم نفسي بده لا أنا لازم أثق في شخص الله القدوس اللي بيدينا ميراث مع القدسين إحنا ورث مع المسيح في ميراث مع القدسين بيقول الكتاب كده والأجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوين المدعوون الصارة موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي الله مديك ميراث الحياة الأبدية ألن يعطيك ميراث البركة اليوم في حياتك اليومية صلي معايا وقول له رب أشكرك على قيمتك أشكرك على وعودك أشكرك على محبتك قوله رب أنا بطالب بميراث البركة اللي انت وعدته لأبويا إبراهيم واللي أنا اليوم بقبله في دم المسيح قوله رب أنا بطلب منك ميراث بركة في أولادي في بيتي في خدمتي في كل ما يعطي مجدا لإسمك من الآن وإلى الأبد قوله رب أنا بطلب ملكوت السماء اللي يمجد إسمك كيف أمجد إسمك في حياتي كل يوم أعطيك كل المجد فأرجع وأقول يا رب إنه ليس لنا ولكن لإسمك تعطي مجدا أطلب ده في دم يسوع المسيح كل سنة وإنتوا طيبين نشكر الله من أجل القيامة نشكر الله من أجل محبته وأشكر الله كثيرا من أجلكم جميعا كل المحبة لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر